اشتركوا في القناة عديد من الاسر حيث اشرف على عملية التوزيع مدير العمل الاجتماعي والتضامن الوطني كاودي ازرائيل ارمل ممثلة لوزيرة العمل الاجتماعي البداية كانت بمستشفى الام والطفل بحضور المدير العام للمستشفى وعدد من الاداريين وبعد الانتهام من المستشفى توجه الفريق المشرف على عملية التوزيع للمستشفى المركزي والمجلس العالى للشؤون الاسلامية وابراشية جمينة ووفاق كنائس والبعثات الانجلية في شات واكد المسؤولين ان هذه المبادرة الحكومية خطة مهمة في سبل تعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني وتأكيدا على اهتمام الحكومة بالفئات الاكثر احتياجا ومن المتوقع ان تشج هذه المبادرة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على المساهمة في الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الانسانية كوادو ازرايل ارمل مدير العام للعمل الاجتماعي ممثلا لوزيرة العمل الاجتماعي تطرق الى ان هذه الحملة تأتي في اطار حرص الحكومة على تخفيف معاناة المواطنين المتضررين من الفيضانات مشيرا الى ان الوزارة تعمل بكل جهد لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية محمد ادريس ديبي اتنو هذه المبادرة الحكومية خطة مهمة في سبيل تعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني وتأكيدا على اهتمام الحكومة بالفئات الاكثر احتياجا ومن المتوقع ان تشجه هذه المبادرة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على المساهمة في الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الانسانية اشتركوا في القناة